مشاهدينا ضمن فعاليات برنامج التدريب الصيفي أجيال الشرطة واللي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدورته التاسعة عشر للطلاب والخامسة للطالبات وذلك بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال أيضا استغلال الإجازة الصيفية وشارك فيها العديد من طلاب وطالبات المدارس في هذا البرنامج التدريبي الصيفي والذي وصل عددهم بالفعل ب619 مشارك ومشاركة مشاهدينا يسعدنا حقيقة أن نستطيف اليوم في فقرة حديث الفجيرة الطالبة سجابيد العبدولي وهي أحد المشاركات في برنامج التدريب الصيفي لطالبات المدارس أجيال الشرطة بالدورة الخامسة طبعا للطالبات وأيضا نرحب بوالدتها الأستاذة حليمة سليمان الضلحاني أكيد ولية أمر الطالبة سجابيد العبدولي عشان نتعرفوا ياكم مشاهدينا على تجربة سجاب في هذا البرنامج الصيفي التدريبي أهلا وسهلا فيكم طبعا بوالدت سجاب أستاذة حليمة أهلا وسهلا فيك والطالبة أكيد المتميزة الشرطية اللي نقول فيها يا مرحبا وسهلا فيك يا سجاب يعطيتك العافية طبعا نروح لأمتك أولا ومن ثم أنت وبنسأل الوالدة أستاذة حليمة أعطينا يعني كنت شوالية أمر تبارك الرحمن لهذه الطالبة سجاب لو أنت حدث عن أهمية حقيقة أو مدى أهمية مشاركة الطلاب أولادنا الجيل الشباب اللي عندنا سواء كان طالب أو طالبة ومشاركتهم في مثل هذه الدورات طبعا مشاركة أبنائنا في البرامج الصيفية شيء وايد مهم حلو أننا نستغل الوقت الفراغ بشيء إيجابي لمصلحتهم أولا ومصلحت الوطن ثانيا بشكل عام صحيح فأحنا دائما نحن كأولياء أمور دائما نسعى أن نستغل هذا الوقت بشيء إيجابي يعني لمصلحتنا ومصلحت لها وطبعا دورة أجيال الشرطة غنية عن التعريف لها ما شاء الله سمعة كبيرة وأثر طيب على مستوى الفجيرة دوتمارات العربية ما شاء الله يعني أستاذة حليمة جميل جدا أن يكون فيه أولياء أمور يدعمون ويشجعون أبنائهم بالتالي سجم ما شاء الله يعني إلى جانب دعم أهلك في البيت وبالتحديد الوالدة الله يحفظ أهلك شو الأشياء الثانية أو الدوافع اللي خلتش تشاركين في هذه الدورة الدورة الخامسة للطالبات من دورة أجيال الشرطة بداية دورة أجيال الشرطة متميزة على مستوى الفجيرة فقد قام فريق من الشرطة لزيارة إلى المدرسة واختارونا وشجعونا على المشاركة فحبيت أخذها على التجربة يعني اختارت شأنك متميزة وحبت تخوض التجربة آه ما شاء الله يعني هي حبت هذا الشيء يعني كان من ناحيتين اختيار وأيضا دعمك ما شاء الله نحب نبادر في هالأمور وخاصة اللي تخص المشاركات ما شاء الله عليكم طيب أستاذ حليمة بعد سجا ما شاركت في هذه الدورة شو حسيتي أنت كأم لسجا تغيرت ما تغيرت دورة أجيال الشرطة غيرتها 360 درجات تغيرت كيف؟ من ناحية السلوك الانضباط أنت تعرف الحين هي كأنها في البيت شرطية قامت ترقيد من وقت الارقاد من وقت الانضباط السلوك أهم شيء أهم شيء صدق حسيتها تتغير لإحساس بالمسؤولية ما شاء الله عليها الابن يحس في مكان أنه منضبط بكل شيء وهناك عندهم أهم شيء عندهم إحساس بالمسؤولية المجتمعية قامت تتبقى في البيت يعني خلاص صح صح الغلط غلط أنا مسؤولة أنا في البيت مسؤولة نفس ما أنا في المجتمع برعا أنا في المدرسة أنا في البيت بعد مسؤولة يعني فيه تغير حقيقي ووايد صراحة وأنا ووايد فخورة في هالشيء يعني أنا استانستها شيء أكثر عنها بعد يمكن يعني حلو جدا أنت لاحظت هالأشياء هالحليمة التي تغيرت في سجع أنه يبضل الارقاد والوقت وكل شيء وأنه الضباط الحلة سيدة طيب يعني سجل والدة فعلا لاحظت فيها هالأشياء الإيجابية من تنظيم الرقاد السلوكيات وأيضا إحساسك الكبير في البيت في المسؤولية المجتمعية أنت سجع شو الأشياء التي حسيت أنها تغيرت فيها خلال تواجدت في هذه الدورة المميزة وهذه المسخة تغيرت يعني استفدت أشياء وايد من دور تجاري الشرطة يعني علمونا الانذباط احترام الوقت والتميز يعني مع أهلي وأيضا مسؤولية المجتمعية ناس ما دهول الوان درسوا مواد أكاديمية درسنا مواد أكاديمية مثل الوعي الوطني والشخصية الناجحة والوقاية من الجراء حلو أكثر شيء حبيتي سجف هذه الدورة شو يعني الأشياء الأكاديمية ولا الأشياء اللي كانت تطبقونها أكثر أو الأشياء اللي كنت تتساوونها كنت تحبينها الأشياء أكثر أنا أشوف الوالدة سادة حديمة مبسوطة وغايد من أنا وغايد حتى الشيء خاصة شيء فيه للوطن أنا وغايد يعني من النوع اللي دائما في سباقة وتشجعيهم يشاركون بشكل عام في المدارس برا على المدارس أنا ويد أحب ما شاء الله أنت عندك عيال غيرها هي الله يحفظهم خمسة ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظهم لك إن شاء الله وتشوفين برهم يا رب آمين في حد غيرها في هذه الدورة ولا هي بس لا الحين هي بداية هي من عيالي اللي ابتدت دخلتها بس أخوانها الأكبر ما جربنا هاي أول تجربة لنا فجار الشرق بس في نية خلاص يدخلون بعدما إن شاء الله إن شاء الله حالما أنت شفتي هذا التغير أكيد كأحساس أم وشيء للأحسن مستحيل يعني كل وليد أمر تطمحنا لأحسن لأيالها فدائما فيه شيء فيه لهم مصلحة نحن نكون سبابا وشيء بشكل إيجابي ستخليني البادر إن شاء الله إن شاء الله وأنا أتفق معاك حقيقة أستاذ حريما إن ما فيه شيء أفضل من أن طفلك أو ولدك أو بنتك تحس منه صغير يتحمل مسؤولية هني أنت أنت كولي أمر تعتمد عليه حتى في أشياء تعتمد عليه حتى في مستقبلها ما راح تخاف عليه لأن خلاص أنت واثق أن الطفل هذا من يوم هو صغير ويتحمل مسؤولية نفسها يكون شيء صحيح في المجتمع ويكون شخص يعتمد عليه في البيت بعد صح فعلا لأن نفس هذه الدورات أكيد نفس ما ذكرت أستاذ حليمة تغير أكيد من مهارات طلابنا وطالباتنا وأيضا من قدراتهم سجأ أنت قلت في الدورة أكثر شيء حبيتي الدورات التدريبية شو أكثر دورة بالفعل أثرت فيه سجأ وللحين تتذكريها ولو يعني رجعت مرة ثانية في التجربة رح تقررينها فك وتركيب الصلاة أكثر شيء حسيت عمرت متمرسة فيها شو أكثر شيء حبيتي في هذه الدورة المدربات تعاملهم معنا صراحة واجد حلو وبعد الطالبات احترمهم واجد حلو صراحة يعني الحمد لله ولا مرة شفت شيء مو حلو معهم ويعني قصري أتقنتي تحسين عمرت هذا الشيء حمد لله يعني صارت عندك المهارة الحمد لله زين لأنك أنت حابة يعني ما شاء الله سجأ أنت حابة وما شاء الله أستاذ حليمة تشجيعك ودعمها ودعمت لها الدائم والمستمر ما شاء الله يخليها تحب هذا الشيء وتتفوق أكيد في الدورة وتذكر بالفعل المميزات والإيجابيات التي تعلمتها سجأ من هذه الدورة طيب أنا بروح لسجأ الحين وسجأ بطلب منك نستعرض شوي المهارات التي تعلمتها هناك مثل السلاح فك وتركيب السلاح الرماية مثلا المشاه العسكري الضبط والربط العسكري الإنضباط القومة من الصبح كلمين لأن أكيد في غيرك نحن قاعد يشاهد من اللي اللي في صنة ويطمح ويتمنى يقول يا أنا نفسي أكون مكان سجل يعني نحن كطالبات كنا كان كنا يعني كله في البيت مدرسة ما نقوم من الصبح الصبح يعني الساعة الأربع كذا الحين يعني صرنا نضبط في الوقت يعني أنصحكم صراحة تصاركم فجال الشرطة لأنه ويد حلو يعني بتتغير حياتكم أحس تعلمت هناك السلاح هي وبعد يعني يعني يعلموكم المشي العسكري والرماية والمشا والحركات العسكرية ويد صراحة ويد حلو كل شي فيه انضباط والتزام ما شاء الله يعني ما شاء الله استاذ حليم احنا قلنا شاركوا تقريبا 619 مشارك ومشاركة طالب وطالبة يعني أكيد فيه أولياء أمور مثلتش دائما يحرصون أن أيالهم يشاركون شو تنصحين بعد أولياء الأمور الآخرين عشان الدورات إن شاء الله القادمة والسنوات القادمة شو تشجعينهم شو تقولي لهم اليوم بعد مشاركة السجعة عشان يتشجعون بالفعل ويدعمون أبنائهم يشجعونهم على المشاركة أنا بشكل عام أنصح حولياء الأمور بشكل عام أن ينتهزوا الإجازات الصيفية بتسجيل عيالهم بالدورات بالتدريبية اللي تستوي والمعاهد استغلالهم لأن الصيف بشيء إيجابي تعزيز المسئولية المجتمعية لدى عيالهم الإبن يوم يكون مسئول يعرف يعطي المجتمع يعطي الأسرة أنت تنميها شايفة أنا أنصحهم دائما يعززوا فيها نحن نكون يد إيجابية شو تتوقعين مثلا يكون هناك فيه تحدي أني أنا مثلا ما أقدر أود أود والدي أو والدي ما يستطيع أن يروح شو ممكن تكون مثل التحديات ليش ما يروح أول شي إذا تشوف ما استغل للأبن الإجازة في شيء إيجابي بينخرط له شو شيء سلبي شو الأشياء السلبي نحن عندنا الحين الانخراط اللي يستوي عيالنا بلائنا في الأشياء الإلكترونية طبعا هذا خلاص أنت 24 ساعة الأيباد والبلاي ستيشن هي أكثر شيء إذا ما عنده شيء يشغله إيجابي بيروح للسلبي نحن عيالنا ينشغل بالأشياء للسلبية الإلكترونية صحة تروح نفسية تدمار وقت يضيع ما فيه فايدة عشان كذا التحدي اللي ينسوي نحن خليهم يشتركوا ينسوا هالأشياء وقتهم كله يكون شو بشيء إيجابي وشرط أجيال الشرطة فيه وائد فعاليات صيفية فيه وائد معاهد فيه وائد تدريبات دورات جدا الحمد لله رب العالمي نحن في دولتنا في كل منطقة ما شاء الله الدورات صيفية والمعاهد ووائد أشياء الحمد لله الكل يستفيد من الصغير من أعمال الصغار لين الكبار شكرا لك هذا التواجد اليوم شكرا لك حليما هذه الروح الجميلة والطاقة الإيجابية وتشجيعك أيضا لأولياء الأمورهم أن يخلوا عيالهم اللي تعود بالنفع على الطلاب وأيضا الطالبات كل الشكر لك الأستاذ حليمة شكرا لك الله يحفظكم شكرا لك نشكر سجع بيد العبدولي أحد الطالبات المشاركات لدورة أجيال الشرطة الخامسة للطالبات شكرا للسجع ونفعل كل التوفيق يعطيك العافية حبيب شكرا لكم يعطيكم العافية